جبن في مرمى النهب والتفجير حينما استيقظت المديرية التي تكع وسط اليمن على صباحات ديناميت فجر منازل معارضين للميليشيا ومن بينها منزل الشيخ عبد الحكيم العمري جبن الواقعة على مقربة من جبهة مريس التي تدور فيها معارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوث والمخلوع منذ الانقلاب والاشتياح شهدت الأيام الفائتة انتهاكات واسعة ونهبا شمل العديد من الممتلكات الجرائم والانتهاكات التي تمت بحق المواطنين تركزت في منطقة الربيعتين منها نهب وسرقة محتويات وأثاث أكثر من عشرين منزلا تابعا للأهالي في تلك المناطق وسرقة عشر سيارات بينها شاحنة في قريتي عرش وعرام حالة التهجير شملت أكثر من عشرين أسرة في الربيعتين وأجبر المدنيون على النزوح والتشرد إلى أودية وشيعب المنطقة بحسب معلومات فقد بلغ عدد الضحايا في معارك التصدي للهجوم الذي شنته الميليشيات الانقلابية على منازل الأهالي سبعة جرحة وتم اختطاف سبعة من المدنيين العزل بينهم أحد الجرحة الميليشيا خلال الأيام الفائتة ركزت في جرائمها على منطقة جبن وقامت بحملة اكتحامات ومداهمة شملت مباني ومقرات يوميات جرائم الميليشيا بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها تتسع يوما بعد آخر وثم تصوت مدني وإعلامي يرتفع خشية تحول تلك الجرائم لاعتيادات يومية ويصبح المدنيون ضمن مأساة تتزايد كل يوم التعامل المدني والإعلامي وتناول المجتمع الدولي لجرائم الميليشيا لا يبدو على قدر مقبول من المسؤولية الإنسانية وهذا بحد ذاته مؤشر يحمل في طياته بذور انزلاق العدالة نحو مسارات أخرى على صعيد اللحظة الراهنة والمستقبلية موسيقى